سابعا وقفة عند الزيارة الجامعة الكبيرة النقع حين سأل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فعلمه الإمام الهادي صلوات الله عليه الزيارة الجامعة الكبيرة قطعا الجواب من الحكيم يكون على قدر السؤال علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فهذه الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل نزور به أئمتنا الكاملين الكاملين في كل مقاماتهم وفي كل مظاهرهم فالسائل يسأل عن زيارة كاملة لأئمة كاملين وجاء جواب الإمام المعصوم الحكيم البليغ الدقيق فإذا ما تدبرنا في هذا النص الشريف أعني في نص الزيارة الجامعة الكبيرة فإن الزيارة في كل عبائرها وفي كل أوصافها وفي كل جملها ومفرداتها تخاطب الأئمة المعصومين تخاطب حقائق أرواحهم وتخاطب أجسادهم بكاملها نحن هنا في محضر المعصومين كاملين مكملين بأرواحهم وأجسادهم حينما تبدأ الزيارة الشريفة فتقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة هذه المضامين لا نستطيع أن نتصورها بتمام معناها اللغوي وبتمام معناها الحقيقي العقائدي إلا أن نكون ونحن نخاطب المعصومين بكامل أرواحهم وكامل أجسادهم وهذا المضمون يتحرك في كل الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها والكلام هو هو بخصوص سائر نصوص الزيارات الأخرى لكنني أخذت الزيارة الجامعة الكبيرة مثالا نموذجيا فعلى سبيل المثال المقاطع التي تأتي في أول زيارة الجامعة الكبيرة وهي المقاطع التي تشتمل على مضامين السلام عليهم بذكر جانب من أوصافهم بذكر جانب من مقاماتهم على سبيل المثال حينما أسلم عليهم وأقول السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى هؤلاء هم المثل الأعلى فهل يمكن أن يكون المثل الأعلى في مقام من مقاماته أو في مظهر من مظاهره يكون ناقصا ومن أوضح تجليات المثل الأعلى قبر الحسيني صلوات الله وسلامه عليه من أوضح تجليات مضمون أهل المثل الأعلى السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأعلام التقى وذو النهى وأولي الحجة وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى حجج حجج الله في كل المقامات وحجج الله على أهل الدنيا في كل أحوالها والآخرة والأولى هناك الدنيا وهناك الآخرة وهناك الأولى في كل مقاماتهم في كل حالاتهم في كل شؤونهم وأحوالهم تكون الصورة كاملة مكتملة وهذه الحقيقة تبقى تتحرك في كل عبائر الزيارة الجامعة الكبيرة فحينما نزور الحسين بهذه الزيارة كيف يتحقق معناها ومضمونها إن لم يكن الرأس الشريف قد التحق بالجسد الشريف وهذا لا يتحقق إلا على يد إمامنا السجاد إنها مجريات الأربعين إنها تصاريف الأربعين حينما نقرأ مثلا في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطبهم جميعا وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين هل هناك احتمال للمقامات؟ الزيارة نفسها هي التي تقول بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكري ذكر كامل متكامل وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأجسادكم كاملة في كل مظاهرها وحالاتها وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور إنها القبور الأقدس إنها القبور الأكمل حينما تكون قبورهم القبور الأكمل هل نتوقع أن تكون الأجساد التي دفنت في تلك القبور هل نتوقع أن تكون ناقصة بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكري وأسماءكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة نحن حينما نقرأ هذه الجمل موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم كما قلت لكم قبل قليل هذه الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها تعلن وبصراحة واضحة من أن القبور الشريفة تشتمل على الأجساد الشريفة الكاملة وأعتقد أن هذه الكلمات التي قرأتها عليكم وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح إلى أن تقول الزيارة الشريفة وقبوركم في القبور هذه الكلمات تكفينا وتكفينا 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 وبإمكاننا أن ننقل نفس هذا البيان إلى سائر زياراتهم الشريفة أكانت من الزيارات المطولة أم كانت من الزيارات المتوسطة أم كانت من الزيارات القصيرة المختصرة الوجيسة المضمون هو هو فأحاديث الزيارات توجهنا إلى زيارة زيارة قبور تشتمل على أجساد كاملة وتقوس الزيارات هي الأخرى توجهنا إلى أن نكون تارة عند الرأس الشريف وأخرى عند الرجلين وكل هذا واضح ويتجلى بينا حينما نتدبر في نصوص الزيارات عموما وفي الزيارة الجامعة الكبيرة خصوصا كما فعلت ذلك معكم قبل قليل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر وهذه المضامين تجتمع في نص أزيارة الجامعة الكبيرة فهذا النص نص علمي وهذا النص نص مقرؤ وهذه القراءة في هذا النص عبادة في أجل وأوضح معاني العبادة فنحن نحتاج إلى تفهم وتدبر وتفكر في قراءة هذا النص الشريف وفي قراءة سائر النصوص الأخرى لزياراتهم اجمعوا هذه المضامين اجمعوا هذه المضامين ما بين مضمون قانون الحقيقة وما جاء في آيات الكتاب الكريم التي ذكرتها وما مر من حديث عن التوحيد الجوانح والتوحيد الجوارح وما ذكرته وما ذكرته مما جاء في ثقافة الزيارات في أحاديث الزيارات في طقوس الزيارات في المضمون المعرفي للزيارة الجامعة الكبيرة ذهبوا إلى فاصل ثامنا إنها زيارة الناحية المقدسة لو دققنا النظر فيها وفي ترتيب عبائرها وجملها وفي هندسة منظومتها وكيف نسقت إننا سنجد تنسيقا واضحا حيث ترسم لنا الزيارة ببلاغتها أن يأتي ذكر الأبدان ذكر الأجساد وذكر الرؤوس في كل مقطع من مقاطعها معا وهذه إشارة إشارة جميلة جدا خصوصا إذا جمعنا هذه الإشارات مع المعطيات المتقدمة التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة فأنا لازلت أجمع لكم المعطيات كي تكتمل اللوحة الأربعينية بكل بهاء صورتها نقرأ مثلا في هذا المقطع الذي يبدأ السلام على الجيوب المدرجات السلام على الشفاه الذابلات حيث نقرأ بعد ذلك السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات ما هو الفارق بين الأجساد والجسوم قد قد يكون الجسم هو الجسد في بعض صياغات التعبير لكننا إذا أردنا أن ندقق في معنى الأجساد والأجسام فإن الأجسام يقال لها حينما تكون الأرواح فيها وإن الأجساد يقال لها الأجساد حينما تكون الأرواح قد غادرتها فهذا الجسد المسج إذا أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا يمكننا أن نقول هذا الجسم المسج لكننا إذا أردنا أن نعبر تعبيرا دقيقا فإن الأجساد هي الأجسام ولكن قد غادرتها الأرواح وأما الأجسام لا زالت الأرواح فيها السلام على الأجساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات إلى أن يقول المقطع من هذه الزيارة السلام على الرؤوس المشالات وجاء فيها أيضا السلام على الأعضاء المقطعات حينما جاء إمامنا السجاد لدفن الأجساد في كربلاء أخذ يبحث وبن أهسد متعجبون عن أي شيء يبحث إنه يبحث عن خنصر الحسين الذي قطع فألحقه بجسده فمثلما ألحق الخنصر الشريف فإن السجاد ألحق الرأس الشريف بعد أن أدى الرأس الشريف مهمته رأس الحسين كان حيا ما كان برأس ميت حينما كانوا يحملونه على الرمح ويقتربون من جموع الناس فإن الرأس الشريف كان يتنحنح يظهر صوتا نحنح حتى يلتفت الناس إليه ثم يبدأ الرأس الشريف بقراءة القرآن بصوت ساحر عائلة الحسين كانت تطلب من حامل الرأس أن يقدم الرأس أمامها حتى ينشغل الناس بالنظر إلى جماله ونوره إنه رأس حي ما هو برأس ميت ولذا عجل يزيد بإخراج العائلة وسلم الرأس الشريف إلى الإمام السجاد أراد أن يتخلص من هذه المشكلة التي صنعها فهذا المقطع يشير بدقة إلى الترابط فيما بين الأجساد والرؤوس فمثلما يسلم الإمام الحجة على الأجساد العاريات ويسلم على الجسوم الشاحبات يسلم على الأعضاء المقطعات والعنوان الأول الخنصر الشريف السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات شاء الله أن يراهن سبايا هذه عاشراء العقيلة هذه عاشراء العائلة الحسينية سبايا ولذا بيّنت لكم من أن زيارة الأربعين عنوان عنوان للجزء الثاني من المشروع العاشراء على أي حال ثم ننتقل إلى مقطع آخر من مقاطع زيارة الناحية المقدسة السلام على الأبدان السليب وفي المقطع نفسه السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان فالإمام لا يفرق بين الاثنين السلام على الأبدان السليب هذه دفنت في الدفن الأول السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان وهذه دفنت في الدفن الثاني هناك جزآن هناك جزآن للبرنامج العاشراء وهناك دفنان وهناك دفنان ونقرأ أيضا ونقرأ أيضا السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب إلى أن يقول المقطع السلام على الرأس المرفوع تلاحظون أن تناغما واضحا في كل مقاطع زيارة الناحية المقدسة هناك ترتيب في ذكر هذه العناوين فحيثما ذكرت الأجساد ذكرت الرؤوس الرؤوس وحينما ذكر البدن السليب ذكر الرأس المرفوع إشارات واضحة واضحة جدا لمن كان يقرأ هذه النصوص ببصيرة علوية وبثقافة زهرائية اجمعوا هذه الحقائق كلها اجمعوا الحقائق كلها التي بينت لكم في هذه المعطيات بعيدا بعيدا عن التأريخ وكتب التأريخ والمؤرخين بعيدا عن تخبط المراجع الأغبياء المراجع السفهاء الذين اطلعتم على تخبطهم وسفاهتهم وجهالتهم الذين لا يفقهون أن الأربعين جزء ثان جزء ثان يكمل الجزء الأول من المشروع العاشرائي الحسيني كل هذه المعطيات التي عردتها بين أيديكم تشير إلى هذه الحقيقة إلى هنا فإن صورة صارت واضحة هذه المعطيات التي ذكرتها لكم ولابد أن تعرفوا من أن الأمر لا ينحصر بهذه المعطيات فقط إنما أوردت لكم مجموعة من هذه المعطيات وتجولت معكم ما بين آيات الكتاب الكريم وزياراته وأدعيته ورواياتهم وأحاديثه من كل ما تقدم صار واضحا لدينا أن الأربعين حقيقة من حقائق دين العترة الطاهرة وأن الرأس الشريف ألحقه الإمام السجاد بالبدن الشريف وأن تفاصيل الأربعين ما بلغنا عنها دقيق بدرجة مئة بالمئة لكن أشياء أخرى ما بلغتنا ما وصل إلينا قد وصل لكن الحقائق ستتجلى بينة عند ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أما عدد الأربعين عدد الأربعين فلقد شخص لنا ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن لسنا بحاجة لكتب التأريخ ولما قاله المؤرخون وإن صدق بعضهم ما يقوله المؤرخون نضعه في الحاشية نضعه في الحاشية لأجل الذين يريدون أن يطلعوا على مضامين كتب التأريخ وإلا فإن المتنى وهذا الذي بيّنته لكم أعود إلى العدد الأربعين إنني أقرأ عليكم من كامل الزيارات الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل وهذا هو الباب السادس والعشرون إنه الحديث السادس وهو حديث طويل مفصل لكنني سأذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده بسند ابن قولوي عن زرارته عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا يقول لزرارة أتمنى أن تتدبر في كلمات الصادق صلوات الله عليه وتجمع المضامين في لوحة واحدة أتحدث عن المضامين التي تقدم ذكرها مع هذا المضمون يا زرارة يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم الأربعين ليس حدثا تأريخيا إنه حدث كوني حقيقة من حقائق ديننا ولذا فإننا لا نعود إلى المؤرخين في فهمها ودرايتها الدين الذي يعجز عن إثبات حقائقه من داخله هذا ما هو بدين إلهي هذا دين شيطاني هذا دين التخبط والفوضوية والعشوائية دين محمد وآل محمد دين الدقة والحكمة والتنسيق والاتساق إنه دين الظاهر والباطن حيث لا ينفك ظاهر أمره عن باطن أمره وحيث لا يمكن أن يعزل باطن حقائقه عن ظواهرها هذا هو دين الصادقين هذا هو دين الأئمة المعصومين يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم ومن هنا فإن الأربعين سيكون في يوم العشرين لأن البكاء بدأ من صباح اليوم الحادي عشر لأن صباح اليوم العاشر ليس داخلا في هذا الحساب ولذا فسخف هؤلاء الذين يعدون حساب الأربعين من اليوم العاشر فإن حساب الأربعين بحسب الصادق يبدأ من الحادي عشر يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحا بالسوات هذه حقائق التكوين القلوب العمياء لا تراها هذا هو التعانق ما بين عالم التراب وعالم الملكوت هذه الأربعين الملكوتية التي تتجلى آثارها في العالم من حولنا أصحاب البصائر يدركون هذه الحقائق أما الطامسون في ترابهم من أمثالنا أنا لهم أن يدركوا هذه الحقائق يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم نحن لا نحتاج إلى تقويم المؤرخين هذا هو تقويم نا يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحا بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد وإن الشمس بكت أربعين صباحا بالكسوف والحمر وإن الجبال تقطعت وانتثرت وإن البحار تفجرت وإن الملائكة بكت أربعين صباحا على الحسين هذه حكاية الأربعين بعيدا عن هراء أولئك الثولان حكاية الأربعين هي هذه ومن هنا قلت لكم من أن الدين الذي يكون عاجزا عن إثبات حقائقه من داخله فما هو بدين محمد وآل محمد إنه دين أولئك المتخبطين إنه دين أولئك الفوضويين إنه دين أولئك الذين لا عقل لهم إنني أتحدث عن العقل الذي يبتني على منطق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي أتحدث عن هذا العقل لا أتحدث عن هذه القذارة التي يحملونها في رؤوسهم ويسمونها عقلا وقد حشوا رؤوسهم بقذارات نواصب العترة الطاهرة فعدد الأربعين هذا من شأه والحساب من اليوم الحادي عشر وليس من اليوم العاشر وهذا من شأه هذا من شأ الحساب الصورة واضحة وجلية جدا ويمكنني أن أضيف إلى ذلك في حاشية الموضوع يمكنني أن أقول من أن عوام الشيعة يزورون الحسين في العشرين من صفار وهناك في ثقافة عوام الشيعة هناك من المطالب ومن المضامين بقيت موجودة في أوساطهم من آثار ثقافة العترة الطاهرة لذا فإن علاقة عوام الشيعة وعقيدة عوام الشيعة بالعترة الطاهرة أفضل كثير من مراجع الشيعة مراجع مراجع الشيعة مسلوب التوفيق مراجع الشيعة لا بصيرة عندهم وإن الصواب في خلافهم هذا الكلام أقوله عن تحقيق وتدقيق عبر عقود من الزمن الأعلم الأعلم بين مراجع الشيعة هو الأكثر إنكارا لمقامات أهل البيت وهو الأكثر تضعيفا لأحاديثهم وهو الأكثر تشكيكا في كراماتهم ومعجزاتهم يمكنكم أن تطبقوا هذا على المراجع الذين عاصرتموهم يمكنكم أن تطبقوا هذا على الخوئ وعلى محمد باقر الصدر وعلى السستاني الآن يصبح المعمم الشيعي هو الأعلام وهو المحقق وهو المدقق وهو الفقه كلما توغل كثيرا في إنكار معارف أهل البيت وفي تضعيف أحاديثهم هذه حقيقة وحق الزهراء يعرفها المعممون الذين يستمعون إلى حديث الآن هذا الكلام ما هو بكلام يدعى من دون أن تكون له حقائق على أرض الواقع وقد تحدثت في هذا كثيرا ومرجعكم الأعلى القادم سيكون كذلك أيا كان لأنه لن يكون أعلى ما لم يكن مشككا مشككا في مقامات أهل البيت ومنكرا لكثير منها ومضعفا لأحاديثهم وإلا لن يكون محققا لن يكون مدققا من طيح الله أحظكم أحظ هذا التحقيق طيح الله أحظكم يا مراجع النجف وكربلاء يا أيها الأغبياء الثولان حقائق الدين واضحة في منهج الغدير في قرآنهم صلوات الله عليهم المفسر بتفسيرهم فقط وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط ولذا فإن عوام الشيعة في كثير من الأمور يكونون أقرب إلى العترة الطاهرة من هؤلاء الذين يقال لهم آيات الله العظمى هؤلاء هم الأبعد عن دين العترة الطاهرة وهم الذين لا توفيق لهم في الدين ولا تحقيق لهم في العلم ولا بصيرة لهم في عقائدهم هذه هي الحقيقة لكن الشيعة مضحوك عليهم مضحوك عليهم وسيبقى حالهم هكذا ما لم يعود باحثين عن حقيقة دينهم وعن حقيقة عقيدتهم وأنا لا أقول لهم اتبعوا منهج قناة القمر ولا أقول لهم صدقوا بما يذكر ويبث عبر قناة القمر ولكن استعينوا استعينوا بقناة القمر وما تقدم لكم من المعلومات والحقائق والوثائق استعينوا بكل ذلك كي تعرفوا دينكم أنتم ابحثوا بأنفسكم لا شأن لكم ب ولا شأن لكم بقناة القمر إنما هي عامل مساعد لكم هذه طامة كبيرة طامة كبيرة العوام الذين هم أقرب إلى دين العترة الطاهرة يجدون مراجع السوء أنهم يمثلون دين العترة الطاهرة ماذا نقرأ في رواية التقليد إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين من حديث إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يقارن ما بين التقليد عند اليهود والتقليد عند الشيعة الرواية الرواية طويلة الإمام يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة عن أكثرهم وفي زماننا هذا الكلام ينطبق عليهم جميعا لماذا لأنهم على منهج واحد لا يوجد فيهم من يخالف في منهجه حتى ننظر في منهجه المنهج المذموم والملعون بحسب ما بيّن لنا ذلك إمامنا الصادق هو منهج المراجع المعاصرين جميعا إن كانوا في النجف في كربلاء في قم وفي سائر البقاء إمامنا الصادق يقول وهم علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعون عن قصد الحق المصيب إلى أن يقول الإمام الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى الكلام هنا واضح يشير إلى أن عند العوام عند بعضهم الرواية تتحدث عن بعض العوام عنده شيء عنده شيء صحيح هذا الشيء الصحيح من بقايا ثقافة العترة الطاهرة التي انتقلت عبر الأجيال ولم يتمكن المرجع الأعلى الملبس الكافر كما يصفه إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أن يقذر هذه البقية الباقية من الثقافة عند بعض الشيعة هذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أن ما يقوم به عوام الشيعة من المراسم والمناسك في العشرين من صفار في زيارتهم لسيد الشهداء وفيما يؤدونه من طقوس وما يعتقدونه من أنه جرى في ذلك اليوم من بقايا الثقافة الصحيحة التي لا زالت تنتشر ما بين عوام الشيعة أما بقية دين عوام الشيعة فقد خر فيه أولئك المراجع لقد خروا فيه من أوله إلى آخره لقد خروا في ديننا ودمروا ديننا وما تركوا شيئا إلا ونجسوه والحقائق أمامكم الحقائق أمامكم وإذا كنتم تبحثون عن الوثائق فعودوا إلى برامجي ستجدون مئات الوثائق من كتبهم وليست بالواسطة من مصادرهم ستجدون الحقيقة الواضحة مثال مثال يعترف به العلماء أنفسه هذا هو الجزء الحادي والثلاثون من بحار الأنوار للمجلس وبالمناسبة هذا الجزء من مجموعة الأجزاء التي منع المرجع البروجرد طباعتها زمان مرجعيته لأنها تتحدث عن ظلامة أهل البيت وعن أعداء أهل البيت إنها مطاعن أصحاب السقيفة على أي حال هذا هو الجزء الحادي والثلاثون في الصفحة الثامنة والسبعين المجلسي المجلسي صاحب الكتاب وهو يتحدث عن اليوم التاسع من الربيع الأول هذا اليوم فيه عدة مناسبات مناسبة واضحة في هذا اليوم بحسب ثقافة العترة الطاهرة مقتل عمر مقتل الخليفة عمر ماذا يقول المجلسي ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هذا هو قول الطبر وقول سائر المؤرخين النواصب هذا هو الذي يتبناه مراجع الشيعة هذا هو الذي يتبناه الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر ويتبناه سائر المراجع الآخرين ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة هو المشهور بين فقهائنا الإمامية فهم يعملون بقول الطبر ولا يعملون بما جاء في الرواية عن إمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه والرواية مروية أساسا عن أمير المؤمنين من أن مقتل عمر في التاسع من ربيع الأول فمراجع الشيعة يعملون بقول الطبر ويتركون حديث أهل البيت وإلى الآن هذا هو المجلس ماذا يقول يقول ما ذكر أن مقتله كان في ذي الحجة وقول الطبر وأمثاله هو المشهور بين فقهائنا الإمامية والمشهور بين الشيعة بين عوام الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا يتحدث المجلسي عن زمانه وهو توفي سنة 1110 للهجرة إنه زمان الدولة الصفوية في آخر أيامها والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا هو أنه اليوم التاسع من ربيع الأول وهذا الذي ورد في حديث العترة وعليه عوام الشيعة أما أما مراجع الشيعة يتركون حديث العترة ويتمسكون بقول الطباري بأقوال المؤرخين من أن عمر قد قتل في أواخر ذي الحج هذا مثال من الأمثلة والأمثلة كثيرة 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 مراجع الشيعة مراجع الشيعة حتى حتى لو لم يكن في نيتهم أن يخالف العترة الطاهرة وأنا أقول من أنه لا يحملون في صدورهم نيات لمخالفة العترة الطاهرة لا يوجد دليل على هذا إنهم يحبون العترة الطاهرة لكن المنهج الذي هم عليه هذا المنهج هو الذي يقودهم بعيدا بعيدا عن العترة الطاهرة وإن كانوا لا يريدون مخالفتها لكن الذي يتحكم بالإنسان هو المنهج المنهج الذي عليه مراجع النجف وكربل وإلى يومنا هذا منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى الآن هو المنهج المنافر لمنهج العترة الطاهرة مشكلتهم هنا هنا الحكاية طويلة العكاية طويلة نذهب إلى فاصل